قصة أوراق العمل دي مهمة جداً وأنا برضو حسأل أستاذ حازم عليها لأنه كان قال لي أنتو اشتغلت في قصة يعني منتدى غاز المتوسط يعني ما أسير قبله من قمم الكلامات من قبرص اليونان حتى وصولاً لأن تصبح مصر مركز إقليم للطاقة أنت درست حقوق إنجليش قلت لي واشتغلت في السياسة وأكيد ده أثر على تقديمك لأوراق عمل في قصة زي دي روباما تكون معقدة شوية اقتصادياً وليه علاقة بلاك في الطاقة وطيب هو في البداية بس عايزة أزود حاجة اشتغلنا عليها في التنسيقية متلامسة جداً مع الشارع والشباب بالذات هو تقديم استراتيجية كاملة للصحة النفسية الصحة النفسية بتاعت الشباب في الأيام دي وخاصة في وقت كورونا والإنعزال التامع على الكنان ده موضوع مهم جداً جداً فأحنا قدمنا استراتيجية كاملة للصحة النفسية بداية من تعديلات للقانون الصحة النفسية والمراكز المتخصصة والدكاترة والكلام ده كله ليه الخط الساخن لوجود سفير ليه الصحة النفسية والكلام ده كله بتدى ياخد خطوات تنفيذية على الأرض بتوفير وعمل المنصة للصحة النفسية احنا بنحس جداً بأحتاجات الشباب لأن احنا منه مروراً ليه منتدى جهاز المتوسط وأثره مش بس الاقتصادي هو له أثر استراتيجي على المنطقة بأكملها هللاقي أكثر أثارها موجودة سواء في ترسيم الحدود ما بين مصر وإسرائيل وكبرس واليونان واللي أدى رزالت بتاعته دلوقتي في زيارة رئيسة المفاوضية الأوروبية وتوقيع الاتفاق لتصديم الجهاز المسيل من أرض مصر لأوروبا فهنا كان فيه وجهة نظر سابقة لأولها من القيادة السياسية على أهمية الغاز والطاقة في الفترة المقبلة وده إحنا لمسناه وإحنا بنعمل ورقة العمل الخاصة بممتدى جهاز المتوسط كمان على طريق الحرير السيني وإزاي نبق المصر لمركز إقليمي لطريق الحرير لنقله لأفريقيا كل الكلام ده أدى دلوقتي لنتاج سامارو بالاتفاقية التي توقعت مع المفاوضية الأوروبية التي أعلنها سيادة الرئيسة البرح والطريق الحرير بقى جديد إن شاء الله في الفترة المقبلة والتحويل زي ما حملوه الهب للطاقة والتجارة والصناعة والزراعة في مصر كل الكلام ده تخيل الشباب اللي بيعملوه الشباب عندهم رؤية اقتصادية الشباب عندهم رؤية سياسية تجارية النتاج السامار ده كله أدت لمنتدى جهاز المتوسط في الأزمة الفلسطينية على سبيل المثال لما حصلت ويتدخل القيادة السياسية والسيادة الرئيسة على الفتاح السيسي واللي قد إلى اللي بايدن كلمه مرتين في التليفون بيشكله على التدخل هنا مصر بقى لها دول وصقل استراتيجي بداية الأزمة النوصية الأوكرانية الرئيس بوتن والرئيس زيلانسكي اللي اتنين كلموا القيادة السياسية محور مصر وموقعها المتميز مش بس جغرافيا بقى خلاص بقى ليه الطاقة بقى ليه الصناعة بقى التسيل الجاز احنا عندنا اكتفاء ذاتي وبنسيل كمان فده نقل نقل مصر كبيرة جدا ده احنا لمسنا في عملنا في المنتدى الدولي ورفعنا بيه توصيات كتيرة منها الفكرة اللي ازاي قدي فرص عمل ازاي اقلب الاستثمار ازاي استجذب استثمارات كم ده كله موجود جوه الأوراق العمل اللي اتقدمت بخصوص منتدى غز المتوسط طيب أستاذ حازم يمكن حضرتك كلمت على يعني كذا ملف بينه لكن فكرة انه الجمهورية الجديدة وانه شباب احنا نتكلم على شباب وعايزين مصر تلحق بركب الدول المتقدمة ده يستلزم متابعة حسيسة من شباب التنسيقية لمجريات الأمور في العالم احنا نقول ما يبقاش في انفصال عن الواقع جوه مصر وايضا برا مصر لازم يكون دايما متصرين عشان نقدر يبقى فيه أوراق عمل ويكون فيه كمان مخرجات ويكون فيه اقتراحات وما إلى ذلك فكرة المتابعة العالمية او القضايا العالمية بتتم ازاي ببال بيكون فيه متخصصين هل بتستعينوا اصلا من متخصصين في بعض الحالات او بعض الملفات او بعض القضايا هو في البداية كل العمل في الملفات الدولية بيتم من اعضاء التنسيقية الشباب الهزاب والسلسين ساعات بنلجأ لجلسات استماع علشان اسقال خبرات الشباب كجزء من التدريب والتأهيل للشباب بتوانا في الملفات بعينها ملفات يعني زي الاقتصادية بس لها شأن دول لكن في الاساس ان العمل في الملف الدولي بيتم منه متابع ورصد وتحليل للاخبار يعني مثلا احنا الازمة الاقتصادية العالمية احنا متابعينها في الوسيا والازمة الوسية الاوكرانية والعملية العسكرية اللي دائرة هناك في ساعتها كل يوم بيبقى عندنا في المنتدى الدولي اخر الاخبار في العملات اخر المفاوضات عاملة ازاي طب تأثيرها عامل ازاي طب تحركاتها عاملة ازاي voulais عمل تحركاتها عاملة ازاي سيناريوهات المتوقعة السيناريوهات المتوقعة تقدينات الموقف اخر حاجة برده لسه المؤتمر وزيارة بايدن للسعودية ودعاوت مصر المشاركة في المؤتمر ده بنشوف بقى الموضع طب دور مصر هيبقى عاملة إزاي طب المشاركة بتاعة مصر عاملة إزاي طب ليه الدعوة لمصر العلاقات السلسية القمة السلسية اللي بتحصل ما بين مصر والأعراق والأردن برضو تحت بالتحليل عندنا في المنتدى الدولي مش بس كده ما يجري فيه الجزائر الأزمة الجزائرية الأسبانية وده إيه تأثيرها على مصر هيبقى عاملة إزاي ما يحدث في تونس جميع الملفات الانتخابات التجديد في الولايات المتحدة والتأثير ده من داخل الأعضاء التنسيقية وبالنسبة للتعوص بالسفرات أشكرك أحنا عملنا في ست شهور أكتر من 33 زيارة لمختلف السفرات والهيئات والمنظمات الأجنبية وهنا ده حاجة مهمة جدا التنسيقية في الاستراتيجية يوجد ميداني إن كان محلي أو كمان دول وليه أسباب مختلفة على رأسها أن التنسيقية شباب الأعزاب والسياسيين والأعضاء بتوحها كشباب أحنا مقترعين أن فيه ما يحدث من إنجازات على أرض مصر كبيرة جدا ولازم العالم يعرفها لازم أن العالم يعرف أن فيه كيان بحجم التنسيقية شباب فعلا وعوما بنقعد مع الناس الناس بتبقى مبسوطة جدا وهو ده اللي أنا كنت بقول لحضرتك أن الدبلومسال حزبية تتعدي بقى أقوى من الدبلومسال أسمية لما شباب يروحوا للسفير أشكرك تأثيره أقوى بكتير من أن سفير بسببته كمان هو بيبقى مبسوطين بيبقى مبسوطين وحدوث الأزمة الروسية الأوكرانية من هنا تنسيقية شباب العزاب والسياسيين بعدها بـ 48 ساعة كنا مع السفير الروسي وبعدها بـ 4 أيام كنا قائم مع أعمال السفير الأوكراني وسمعنا الوجهتين النظر وأكدنا على العلاقات المصرية ودور مصر والأمن الجزائي وسلاسل الإمداد والجزاء والتأكدات على العلاقات الصناعية وموقف مصر في الملف العلاقات الكارجية وأنا سعدت أننا كنت موجود في الزيارتين ويمكن كان السفير الروسي قال حاجة أحنا علاقتنا مع مصر مهمة جدا والبطاطس والاستيراد والكلام ده كله فأنت بتشوف السفير وهو بيتكلم مع كيان بحجم دولة زيارة روسيا فتح ألبوت أولا بلين أنه هو الشباب والوفد كان جواه النائب طارق الخولي والنائبة سواء سعيدة من سنة التنسيقية النائب محافظ الجيزة الشهابي فكان فيه وفد قوي من التنسيقية علشان أهمية الملف ويمكن الزيارتين دول بينما عن متابعة حسيسة عليه التنسيقية في الملف اللي بيمس المواطن المصري اللي احنا عايزين نفهم الوضع عامل ازاي من وجهة نظر الشباب بنتكلم مع سفير بينين ان الموضوع ده بنتطلعوا في بيان بيطلع على طول بعد الزيارة ان احنا متابعين الوضع مهتمين دي ترجمة نانسي قنقر